مجهول يتربص بسفينة ربيمار البريطانية الراسية في خليج عدن بعد تعرضها لهجوم بصواريخ الحثيين المتحدث العسكري باسم الحثيين أعلن أن السفينة باتت معرضة للغرق بعد تعرضها لإصابة بالغ إثر عملية الاستهداف التي تأتي ردا على تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة وعلى القصف الأمريكي البريطاني في اليمن من نتائج العملية ما يلي إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان وكانت شركة أمبريل السلامة الملاحية قد أشارت إلى تعرض سفينة شحن ترفع علم بيليز مسجلة في المملكة المتحدة وتشغلها جهات لبنانية لهجوم في مضيق باب المندب كذلك أفادت وكالة يوكي أمتي أو البريطانية أن السفينة أبلغت عن انفجار على مسافة قريبة منها ما أدى إلى أضراره على بعد خمسة وثلاثين ميلاً بحرياً نحو جنوب المخى في اليمن منذ التاسع عشر من وامبر المنصرم ينفذ الحثيون المدعومون من إيران هجمات على سفن انتجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر وفي محاولة ردعهم وحماية الملاحة البحرية شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة لهم وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات يقول إنها تستهدف مواقع أو صواريخ ومسيرات معدة للإطلاق ليبدأ الحوثيون إثر ذلك استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت أهدافاً مشروعة